اشتركوا في القناة 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 متغيرة الاتجاه في المنطقة الشمالية والوسطى لكن تصبح شمالية شرقية الى شرقية في المنطقة الجنوبية لكن اعتبارا من يوم الثلاثة ومع امتداد لمنخفض البحر الاحمر من جنوب المملكة تندفع ريح جنوبية شرقية من المملكة العربية السعودية باتجاه المملكة تكون معتدلة الى نشطة السرعة قد تعمل على اثارة الاترباء والغبار خاصة في المناطق الصحراوية توقعات الجوية للعصم عاما خلال هذه الليلة يسلط تقصى في خمس درجات مئوية الملموسة ايضا خمسة الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة اما بالنسبة للثلاثة يام القادمة يوم الاثنين ستاشة الى تسع درجات مئوية ارتفاع واضح على الحرارة يوم الثلاثاء الحرارة تلامس لشرين درجة مئوية خلال ساعة النهار اما ليلا تنخفض لسبع درجات مئوية لكن يوم الاربعاء تعود درجة الحرارة الانخفاض لتسجن خمستاشر درجة مئوية الى ست درجات مئوية كحرارة صغرى مع باقص غاء جزئيا بشكل عام الى هنا تنتهي نشرتنا للقاء بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وانفينيتي في الاردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال المترجم الى صفحتنا ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة